كل اللي بيحاول النادي الاهلي وبيسعى إلي جاهدا خلال الفترة الحالية هو إنهاء أزمة الغرامة المالية لمحمود عبد المنعم الكهرباء ومحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي أجرى اتصال باللاعب طمنوا فيه أن النادي الاهلي هيخلص الغرامة المالية تاني محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي أجرى اتصال بمحمود عبد المنعم الكهرباء طمنوا فيه أن النادي الاهلي بيحاول جاهدا أنه يتم أو ينهي أزمة الغرامة المالية الغرامة قدرها 2 مليون دولار لصالح نادي الزمالك وبالتالي هيخلصها بقى إزاي دي ده اللي هنشوفه خلال الفترة المقبلة كان من ضمن المحاولات أن كان ياسيم منصور رئيس شركة كرة القدم في النادي الاهلي السابق كان سيتحمل جزء من الغرامة المالية تردت خلال الساعات الماضية أو الأيام الماضية أن كامل أبو علي رئيس النادي المصرهي فكر أو درس الأمر أنه ممكن يتم التدخل في إنهاء الغرامة المالية لكهربا وأن على أثرها ينتقل كهربا إلى النادي المصري النادي المصري طلع بيان ونافى الكلام ده ونافى ما تردد لكن أنا بقول لك أن الأمر درس داخل النادي المصري وتم طرحه لكن لم يتم استساغ الأمر ولم يتم الموافقة عليه أو الاستقرار عليه بشكل نهائي لكن خلينا نتفق أن كهربا هيفيد النادي الاهلي هيفيد النادي الاهلي كهربا العيب مهم العيب مهم ده في حالة لو تم الانتهاء من الغرامة المالية الخاصة بالنادي الزمالك اللي هي بتقدر بحوالي 2 مليون دولار أفيد مليون مرة أن كهربا يكون موجود في النادي الاهلي عن أن يتم التعاقد مع صفقة تانية آه كهربا بقاله كتير ما بيلعبش آه كهربا عنده يعني مشاكل أو بعض المشاكل كان فترة من الفترات لكن كهربا عنده إمكانيات كبيرة جدا جدا أفضل من أن يكون أنت تتعاقد مع مهاجم أو لاعب وسط مهاجم أجدبي وليك شفت أنت بيرستاو بيرستاو اللي احنا قلناه لك من فترة كبيرة جدا جدا أن عنده إصابة مزمنة وميكسوني اللي طبعا لم يظهر بالشكل اللي يليق بالنادي الاهلي لكن عموما وجود كهربا مهم جدا في النادي الاهلي وجود كهربا لو النادي الاهلي أنهى الغرامة المالية هيفيد النادي الاهلي بشكل كبير جدا تاني بأكدها أن كهربا وإنهاء أزمة الغرامة المالية أهم بكتير من التعاقد مع لاعب أجنبي ممكن هينجح ولا مش هينجح خلينا نتفق أن اللاعبين الأجانب اللي جوا من النادي الاهلي خلال الفترة اللي فاتت أو بقالهم فترة بصنع علي معلول لم يستفيد منهم النادي الاهلي نهائيا بدربانون ميكسوني بيرستاو أيا كان اللاعبين الأجانب ده فيما يخص أثبت محمود عبد البنعم الكهرباء موسيقى